بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد نواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وزريته وأمته وأفضل الأمم أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المغربة مستعنين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم هو بأسماء الله الحسن العظيم إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة ويكم منتو عليك وسيل ليصلك كل فائدة جديدة مغربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بطقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم عنوان فيديتنا النهاردة كالآتي اقرأ هذه الصورة أربعين مرة تحقق لك المستحيل هنيئا لمن داوان داوان عليها ده عنوان فيديتنا بإذن الله النهار هذه الدرة الكريمة هي من الدر النظيم في خواص القرآن العظيم وهي نافعة إن شاء الله تعالى لقضاء الحوائج مثل تيشير الأرزاء أو تيشير الزواج للمحبة للقبول انتعاش التجارة وكلما أردت فيما يرد الله ورسوله فهي صورة قصيرة جليلة القدر عظيمة الشأن وكما تعودنا دائما احضر قلم ورأة واكتب ورائي خطوات عمل هذه الدرة السمينة لأن العلم لا ينقل نقل مصطرة بدون شرح وفه اتبع الشرح أولا اخراج صدق بقدر ما تستطيع ثم صلاة ركعتين لله تعالى بعد صلاة العشاء في أي يوم أردت مذهش يوم معين بعد صلاة العشاء في أي يوم أو للشعر العربي أخره في أي يوم وأنت متطيب بالمسك أو العنبر ومطلق رائحة زكية احتراما وإجلالا لتلاوت الصورة العظيمة وإن لم يوجد فلا بأس ثم الاستغفار أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه كان مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد القائمين كان مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم ذكر اسم الله اسم الله اسم الجلالة بيا النداء يا الله كان مرة يا أبو محمد ستة وستين مرة بسر قوة عدده ذكر اسم يا الله ستة وستين مرة ثم جاء دور الصورة العظيمة جليلة القدر عظيمة عظيمة الشأن هي تلاوت الصورة الشريفة العظيمة أربعين مرة وهي صورة القدر ثم ذكر هذا الدعاء القصير المبارك المخصص لها واحد مرة ضروري يا حضرات الدعاء من تمشيك الخطوات دي كلها بس فين طلبك سر طلبك في الدعاء ضروري الدعاء نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بحق سورة القدر المباركة وبأسمائك الحسنة أن تيسر لأموري وأن تفرج عني قربتي وتقضي حاجتي اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب وأن تيسر لأمر زواجي إن كنت طالب طلبك لتأسير زواجي وتسبت محبتي وبارك في تجارتي إن كنت غرضك رواج التجارة وبارك في تجارتي وتنميتها برسقك الحلال الواسع يا واسع المخفرة يا قريب الإجابة اخفر لي ذنوبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين استجب لي وآجبني آمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله وعملوا بهذه الضر النفيسة والجوهرة السمينة في غزق ضاء حوائقكم وفعلاً وفعلاً هنيئاً من يداوم عليها داوم عليها باستمرار إن شاء الله تحصد وتجني سمارها وخيراتها وبركتها بإذن الله رب العالمين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل ما يعلى الوطس للكشف والعلاج الرحاني فقط وليس للتعارف والدردشة من عشر صباحاً إلى تمانية مساء يومياً معدى الجمعة بتوقيت مصر وفي أمن الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته